سنشوف ماذا فعل دار في هذه الرحلة وما الذي لاحظه في هذه الرحلة الممتدة على مدى خمس سنوات طيب بعد يوم عيد الميلاد اختربنا الآن من عيد الميلاد هنا في أوروبا بعد يوم من عيد الميلاد من سنة 1231 كما ذكرنا في الحلقات السابقة انطلقت البيغل HMS بيغل هذه سفينة تابعة للبحرية الملكية طبعا وهذه سفينة استكشاف علمية اسمه الكامل HMS بيغل بيغل طبعا نوع من الكلاب الإنجليزي اسمه البيغل انطلقت تمخر عباب المحيط الأطلسي تركت شواطئ المملكة المتحدة ومخرت عباب الأطلسي على متنها طبعا الكابتن أو القبطان روبرت فيتسروي حدثناكم عنه وعن مصيره البائس في الحلقات السابقة والشاب الموهوب الطلعة دول مزاج العلمي المتعشق الشفوف للعلم والإطلاع والمقارنة تشارلز دارون نعم ودول خيال الواسع طبعا هذه النظرية حين تقرؤها أنت وتستوعبها تقول لماذا ؟ الذهن الإنساني يا أخواني وإخواني وإخواتي العقلية الإنسانية مركبة بطريقة والخبرات البشرية خبراتنا التي نمر بها نحن كائنات متوسطة للأعمار جدا متوضعة العمار يعني نعيش سبعين ثمانين مئة سنة في هذه المئة السنة بلايقاتنا الذهنية والفكرية والتذكورية والإبداعية نعيش ونخبر خبرات معينة هذه الخبرات في مدى هذا العمر المحدود نسبياً لا تسمح للإنسان أن يفكر على النحو الذي فعل داروني وأن يحاول أن نلقي نظرة على الأنواع وكيف يمكن أن تكون تناسلت وتطورت عبر عشرات ملايين السنين هذا شيء خير طبيعي الإنسان العادي لا يفكر بهذه الطريقة وضمن هذه المذايات الواسعة جدا أليس كذلك؟ طبعا إذلك أنت تجد الآن بسذاهجة كثيرين من مناهضية التطور يقول لك كلام فارغ ويقول لك هذا خرج من هذا لكن عبر عشرة مليون سنة وهل رأى هذا هو؟ ومن يرى؟ البسألة ليس رؤية بسألة في الأصل أن تتخيل إمكان حدوث هذا هل يمكن أن يحدث هذا؟ طبعا إذا تخيلت إمكان حدوث ما هي الآليات التي تضمن حدوث هذا الشيء؟ هل هناك قراءة تدل عليه ولو من وراء وراء؟ عقل دارون كان يشتغل بهذه الطريقة كما قلنا عقل بطيء هو لكن واضح أنه عميق جدا جدا وأيضا ممتد يذهب إلى المديات الأقصى محيطي عقل محيطي هذا الناس يتحرك في حدود جزيرة صغيرة والرجل يمخر عباب محيطات من الخيال والإفتراضات عقل ضخم بلا شك هذا عقل ضخم عقل هائل يا أخواني عيسى من السهل الإنسان أن يساير عقلا كهذا لكن أعتقد بعد أن تسمع كل ما يتعلق أو الكثير مما يتعلق بهذه النظرية وتحدياتها طبعا وصعوباتها وعنده فصل السادس اسمه صعوبات النظرية صعوبات أم النظرية وكيف تغلب عليها عبر 150 سنة كيف مشكلات حلت أصبحت محلولة كانت مشكلات حقيقية وحلت هذه ثم بعد 20 سنة حلت مشكلة ثانية بعد 40 سنة بعد 70 سنة في مشكلات بعد 100 سنة بعد 140 سنة في مشكلات 150 سنة حتى ظهر حلوة للتطور وبشكل ساحر أنتم ستصمون حين تقفون على هذا الحل كيف حلت هذه المشكلة بالطريقة هذه والعلم انتصل أيضا في هذه المسألة مثلا للتطور شيء عجيب عجيب جدا والرجل رغم أنه كان متواضعا جدا في تقرير ما وصل إليه في التعبير عنه تحدثنا عن أسلوب الكتابة ليس فقط الأسلوب الكتابي يعني الصياغي لا نريد روح الرسالة التي يعبر عنها بهذا الأسلوب بكلمة بكلمة لخصتها ابنته تقول حين تقرأ لأبي أنت تقرأ لرجل يؤمن بما يقول الواضح أنه عنده قناعة بنظريته وهذا بن قسيم بردو عليه عالم تستفهام سنشوف ليش داروين كان كالمتردد مش دائما كان قاطعا في إعرابي عن إيمانه بنظريته حين تقرأ له تشعر أنه كأنه متردد في الإيمان بها وحيانا شديد الإيمان ممتلئ حتى نخاعه إيمانا بالنظرية يعني حين رسم أول مخطط لشجرة الحياة مخطط البسيط المشهور هذا أصبحت آيقونة هذه الصورة ماذا كتب بخطه؟ خطه كان أقرب إلى الرداء فوق الصورة أحسب أظن أنا أظن أنه حيك صار واضح أنه متردد كتب بتردد فوق أظن حيك ممكن أن يكون حيك لكن الله أعلم لكن حين تقرأ مثلا إرست حيكل حيكل الألماني ليس حيكل يعين على بعض علماء البيولوجيا العرب يقولون لك هيكل هيكل هذا فهيليسوف مثالي ما لديه علاقة بحيكل هيكل هملاوة آه هاي هايكل 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 هذا عالم بيولوجيا وعالم تشريح ملحد طبعا ألماني عارم النشاط يعتبر نفسه من تلميذ دانوني الفكريين تطوري متعصب متحمس عنده خيال أيضا واسع جدا ونتحدث عنه أيضا لما نتحدث عن نصاعب النظرية وتطور النظرية لكن هذا عمل عدة أشجار للحياة وعقدة مفصلة جدا وكان عنده نوع من القطع بأنه هيك تطورت الأنواع هذه شجرة هذا المخلوق هذه شجرة لهذا المخلوق هذه شجرة وأشجار دقيقة جدا 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 وكيف تطور كل واحد وكلها مشمولة بنظرية واحدة سوف نحدثكم عنها بالتفصيل لما نصل إلى هذه النظرية لا رون لم يكن هكذا تقول ابنته نعم أسلوبه حين تقرأ له فهو أسلوب رجل يؤمن بما يقول وبالكاد يعني هاردلي كما يقولون بالإنجليزية وبالكاد لديه يعني راحة أو أمل أن يقنع من يقرأ له يعني هو حاسس ومن الصعب أن تقتنع حين تقرأ لي يقول لك أنا عارف فيك يعني ليس مشكلة دار ولم يكن كما قلت لكم مبشرا لا يحب يشي يبشر هو باحث علمي وحاولات علمية ثبتت لم تثبت أنا مؤمن بهاي الآن وحين تحدث عن صعوبات نظريته ما قالش هذه الصعوبات ممكن أن تقضي عن نظرية دائما كان يعبر في أكثر مناسبة عن أمله في من يخلفه أنهم سيتغلبون عليها بتأمل أن العلماء اللي يجوا بعدي أخلافي يتغلبوا على الفجوات هذه يسدوها لأنه لسا ما زال عنده إيمان بنظريتي حاس أن هذا النظرية صحية هو حاس أنه فيها شيء كأنه إلهام وهو ليؤمن بالقوة المورئية لكن فيها شيء فسطرت وتستطيع أن تفسر أشياء كثيرة